موسيقى نحطة بورص عيدك دي يا أبو يا أبو جديم جوي الكلام دا يا أبو صالح شوف داي عوزي إسرائيلي صاحبه زينه ما بيسخنش بس غالي يا بابي مليح صاحب خليها المرة جاي خاطر بكرة بعطلك الفلوس مع رجالة وتصليبه بالسلاح سوا معلقة مكاننا لك ما سوا طيب عامري بحسك يا بخالب موسيقى ما تأخذنيش هذا عامي مكان دي مكان هو كل عيش ما ينفعش الدجة دي هنا دورت يا بصار تبكي على الله شوفك بكرة السلام عليكم عليكم والسلام انت اللي جابك دلوك بحرج أبوك انت مش انت اللي قلتلي تعالي يا سي بص يا مشاندل انت ما صدقت هاي بقولك ايه تعالي بليه نروح الزر ما تخلينا هنيه في الساتر يا بيت يا بيت يا بيت يا بيت يا بيت تانا ما كان هو كل عيش وزهجة وكان الزرع براح والله هو هاي طص انا طص اللي تشوفي يا سي ايه اخري ببيت ابوك اذا انا هشوف سواه يالله كفارة توحشته جوي لو يشيل عني هبابة ماينفعش يطلع يلاجيني شايل عيل على كتفي أقول له جبته منهن بس باه انكشفت على حد غير يا بيت ولا ليه؟ والله ما انكشفت على حد غيرك من ساعة معرفة دخل السجن قصيلة لا قصيلة يا بيت خلاص أدمك دي جولي لعرفة لما يخرج إن الوادي اللي على كتفك ده يبجى ولدي انا كبير البلد يا بيت والكبير ما تتدسش عنيه حاجة يعني ايه؟ يعنيه يا بيت يكون خالع عليك إنني جايبك الزرع لك جينتوسك الهوى صح انا عارف انك حبلة انا لعبيت والاهبل ملحوقة هي ديتها خمسمائة جنيه لومة 8 دهية وغيبة عنك سبوع سبوع كتير كتير سبوع ايه عمر بيتك يا بيت؟ انا قلت هتسدنا تفضح انتي اللي زايك ناغذ فضيحة؟ الفضيحة ليه أنا؟ الله يسامح لسه دوري على حاج يجي تسش الهوى معاك الله يرحم اشتركوا في القناة